مرحبكم معنا ولقاء يتجدد دائماً مع زينة من خلال زينة بنقدم لحضراتكم دايماً فقرات متنوعة موضوعات مختلفة كلها بتهم كل أفراد الأسرة المصرية والمجتمع المصري بأكمله النهاردة الحقيقة ومن خلال فقرة هامة بيكون لنا لقاء مع نموذج ناجح من نمازج المرأة المصرية والحقيقة المرأة المصرية في هذه المرحلة بتشهد عصرها الزهبي بتشهد تأييد من قبل القيادة السياسية بتشهد دعم وتأييد من قبل كل المؤسسات وبالفعل المرأة قدرت أنها تحقق نجاح على كافة المستويات قدرت أنها تحقق نجاحات في كافة المجالات النهاردة هيكون معنا نموذج فريد مرأة مصرية عندها موهبة فنية حقيقية قدرت بموهبتها الفنية أنها تصل إلى أعلى الأماكن في عالم الفنون قدرت كمان بقوتها وبالدعم اللي بتلقاه قدرت أنها يكون لها مكانة متميزة في المجتمع وتكون عضو في المجلس القومي للمرأة فقرة مهمة بتمنى أن حضراتكم تتابعوها معنا معنا فقرة تانية بنتكلم فيها عن موضوع بيهم كل أسرة مصرية وخصوصا يمكن المقبلين على الزواج بنتكلم فيها عن قائمة المنقلات الزوجية أو زي ما بنقولها كده بشكل بسيط الأيمة الأيمة يعني هنتكلم إلى أي مدى قانونية الأيمة أو قائمة المنقلات الزوجية في بعض الأسر بتقول أن هي بتضمن حق المرأة في كل شيء موجود في البيت في الفرش في الأدوات الكهربائية وغيرها بعض العائلات أو بعض الأسر بتقول لا قائمة المنقلات الزوجية دي ما لهاش أي أساس ديني ولا أي أساس قانوني وإذا كنا اقتمنى الرجل على بنتنا يعني اللي هي الزوجة إزاي هنمضيه على قائمة فيها فرش وفيها قود وفيها أجهزة كهربائية يعني عموما اختلفت الأقاويل عن قائمة المنقلات الزوجية لكن في البعض بيرى أنها حق من حقوق الزوجة على أساس يعني للأسف بعد نشوب الخلافات أو قاد بعض الرجال بيلجأوا للطرق الملتوية علشان الزوجة ما تاخدش حقوقها عموما هنتكلم على قائمة المنقلات الزوجية إلى أي مدى قانونيتها إلى أي مدى كل أسرة ممكن تصر عليها أو لا تصر عليها وكمان هنتكلم لو في أسر أو في بعض العائلات حبة أن هي تكتبها إزاي الصياغة القانونية المعقولة اللي تضمن للزوجة حقها ده كان استعراض سريع لفقراتنا اللي هنشوفها وانتباهها مع حضراتكم النهاردة لكن في البداية بنتلع فاصل بنتشوف من خلال هذا الفاصل تقرير عن نمازج من نجاح المرأة المصرية وإزاي كل إمرأة مصرية تقدر تستثمر هذه المرحلة اللي بتلقى فيها كل الدعم والتأييد وبالفعل كلها مكانة في المجتمع وتقدر تنجح في أي مجال من المجالات نشوف مع حضراتكم هذا التقرير ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقراتنا إمرأة ناجحة كيف أكون إمرأة ناجحة؟ تمتلك معظم النساء الناجحات نظام دعم قوي والذي يمكن أن يكون شريك الحياة داعم لها لما تفعله أو أحد أفراد الأسرة الذي يمكن أن تستند إليه عند الحاجة لذلك فهن يعرفن كيفية التعامل مع الفشل وخيبة الأمر بشكل يمنعهن من السقوط ويساعدهن في البقاء بنفس المستوى من النجاح كما أنهن على يقين بأنه ينتظرهن ما هو أفضل في المستوى إن هي تكون بتعرف توازن بين حياتها الشخصية وحياتها العملية يعني موضوع كله توازن وحياتها الأسرية وكل حاجة في حياتها إن هي تعمل التوازن والميكس دا هيخليها تبقى ناكحة في كل يعني في كل مجالات الحقيقة مش حاجة واحدة بس تثقف نفسها وتطور من مجال العمل اللي هي فيه وتعرف تعبر عن رأيها كويس وإن هي ما تسكتش عن حقها برضو دا حاجة أساسية لازم طبعا نشجع نفسنا ما نسمعش الكلام الرجال المحبطين ما نستسلمش الكلام المجتمع أو الثقافة المتدنية اللي احنا بقينا للأسف بنتعرض لها في الزمن دا أنا واحدة من الناس عندي عشرين سنة ومع ذلك ما فيش أي حاجة قفتني وأنا شايف نفسي نموذج ناجح جدا لإني بدي كورسات قم بنبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا مع زينة وهي الحقيقة فقرة جميلة جدا نموذج مشرف من نماذج المرأة المصرية قدرت أنها تستثمر موهبتها الفنية الجميلة قدرت أنها تستثمر هذه المرحلة من الدعم ومن التأييد وقدرت أنها يكون لها مكانة متميزة في عالم الفن وأيضا مكانة متميزة في المجتمع المصري بأكمله وعضو المجلس القومي للمرأة هنتعرف منها على أهم المحطات في حياتها في مشوارها الفني أو في مشوارها العملي بشكل عام وإزاي هذا النموذج الفني الجميل يكون لي إضافة مختلفة من خلال المجلس القومي للمرأة في هذا اللقاء بتسعدنا وبتشرفنا الأستاذة الدكتورة رانيا يحية الأستاذة بأكاديمية الفنون وعازفة الفلوت وعضو المجلس القومي للمرأة دكتورة رانيا أهلا بحضرتك معنا بتشرفينا وتنورينا دايما مع زينة مرسي أنا اللي ببقى سعيدة أنا موجودة في زينة دكتورة رانيا يعني حضرتك بعتبارك عضو المجلس القومي للمرأة وحضرتك فنانة في البداية عازفة على الفلوت وأستاذة في أكاديمية الفنون إزاي هذا الجانب الفني ممكن يكون إضافة للمجلس القومي للمرأة بما يقدمه طبعا من خدمات مختلفة للمرأة المصرية ولكن النهاردة أنا عايزة أركز على الجانب الفني الجميل اللي موجود عند حضرتك والمتميز إزاي يمثل هذه الإضافة يعني أولا أنا وجودي في المجلس القومي للمرأة يعني شرف لي الحقيقة وفخر طبعا لكل امرأة مصرية تنتمي بشكل أو آخر لهذه المؤسسة العريقة والوطنية والقومية فانتمائي لمجلس القومي للمرأة وانتمائي له بقرار من فخامة سيادة الرئيس يعني طبعا ده الحقيقة شرف كبير ليه والأي حد التفاعل ما بين القضايا المجتمعية والفن ده تفاعل موجود على طول والمجلس دايما كان بيبقى مهتم الحقيقة بفكرة الأفلام الوثائقية والأفلام التسجيلية وانه يبقى فيه أفلام بتؤكد على فكرة القضايا المجتمعية للمرأة خلال الفترة اللي فاتت بعد انتمائي للمجلس القومي المرأة وانا قبل يعني دخولي المجلس الحقيقة انا كنت مهتمة جدا بأنشطة المجلس وكنت قدعا للفعاليات وكنت بروح يعني بانتظام وكنت سعيدة بفكرة القضايا المرأة وكنت متحمسة جدا ليها وكتبت طبعا عدة مقالات في هذا الإطار يعني تمام بعد انضمامي للمجلس عملنا الحقيقة عدة فعاليات في أكاديمية الفنون كانت يعني كلها تهدف لخدمة القضايا بتاعت المرأة ومجال المرأة بشكل العام من خلال عملنا مهرجان للمسرح النسوي وقدم قضايا كلها قضايا للمرأة وقضايا نسائية يقدمها شباب مبدعين من الفتيات والشباب عملنا منتدى اسمه المرأة ومستقبل الإبداع وكان منتدى هاي الورائع وشرفنا في الأكاديمية الحقيقة عدد كبير جدا من القامات الوطنية في مختلف المجالات في المحاور المتعددة بتاعت المنتدى عملنا وحدة لمنهضة العنف والتحرش في أكاديمية الفنون كغيرها من الجامعات المصرية لأن حاليا عندنا 21 وحدة من وحدات منهضة العنف والتحرش في الجامعات المصرية طبعا كل ده الحقيقة يعني بنقدم دايما الفن بيبقى عنصر فاعل وأساسي ومشارك في جميع الفعاليات باعتبار ان احنا دايما بنكلم عن الفن بالإضافة طبعا لتوعية المرأة المصرية بأهمية الفن في يعني طرقية النفس وتهديب الوجدان وازاي المرأة انها تكتشف كمان المواهب عند أطفالها وتنمي دا فيهم علشان نناهض كل الأفكار المتطرفة والأفكار الإرهابية وبنحارب الإرهاب فلازم ان احنا نمي الفن دا بشكل أساسي صحيح منهضة كل الأفكار المتطرفة الموجودة في المجتمع بشكل نعام واللي هي بتخص المرأة تحديدا وبيمارس من خلالها العنف ضد المرأة المصرية يعني بالتأكيد هذا الجانب الفني اللي عند حضرتك الجانب الفني الجميل بالتأكيد قدرت ان انت فعلا تقدمي كل هذه الندوات والمؤتمرات والمبادرات اللي حضرتك أشرت إليها بشكل فني جديد ومختلف عايزة عرف رد فعل السيدات أو المشاركات في مثل هذه الندوة بيكون ازاي التجاوب معاكو ازاي لما بتطرحوا قضية معينة فيه أسئلة معينة بيتم طرحها التجاوب بقى من جانب السيدات بيكون إلى أي مدى حضرتك عارفة الست المصرية عندها بالفترة عندها حس وطني عالي وهي حس بالدعم الحقيقي والمسندة يعني غير المسبوقة اللي احنا شايفينها في الخمس سنوات الأخيرة يعني الحقيقة فيه طفرة حصلة في مجال المرأة والست المصرية البسيطة فيه فئتها المختلفة وطبقاتها المختلفة حسة وتستشعر ده لأن الدعم الحقيقة واصل لجميع السيدات يعني الست في مناصب قيادية حسة قد إيه دلوقتي أنه فيه دعم من الدولة لتولي المرأة مناصب قيادية شايفين فيه كوتا عندنا إن شاء الله في البرلمان القادم 25% للسيدات عندنا في المحليات 25% يعني فيه دعم سياسي حقيقي على كافة المستويات في جميع الفئات بطلقى المرأة المصرية الدعم بزبط كمان البرامج بتاعة الصحة الحقيقة اللي سيدات رايس أعلنها ويعني انطلقت كلها لحماية المرأة المصرية وتمكين المرأة المصرية لأن إحنا ما بنتكلم على حماية المرأة وصحتها فإحنا بنتكلم على تمكين في كافة المجالات لأن المرأة بدون صحة مش هتقدر نتحقق أي شيء بزبط لا لنفسها ولا كل أفراد أسرتها بشكل عامي المرأة هي عماد الأسرة المصرية فلما المرأة تكون بصحة جيدة ودايما بنقول الصحة هي الاستثمار الأول في حياة أي إنسان طبعا دي حقيقة وطبعا بنواجه كل شكر والتقدير حقيقة لسيدة الرئيسة على اهتمامه برعاية وصحة المرأة المصرية لأن حقيقة يعني ده ملف كان مهم قوي إنه يتفتحه وخاصة طبعا يعني التكاليف العالية للعلاجات المختلفة وبعض الأمراض المزمنة والأمراض اللي بتحتاج تكاليف كبيرة فيعني طبعا بنتمنى إن شاء الله الصحة دايما تبقى في أحسن حال بإذن الله لكل امرأة في مصر وإن إحنا نكتشف بالفعل كافة الأمراض بشكل سريع ومبكر لحماية المرأة المصرية أكمل لحضرتك اه لا تفضلي تفضلي سمع حضرتك بالنسبة لكمان الملفات الأخرى إحنا عندنا أعلن سيادة رئيس استراتيجية النهوض بالمرأة في عام المرأة 2017 فزي ما قلت لحضرتك التمكين القيادي التمكين الاجتماعي اللي احنا شايفينه لحماية المرأة والتشريعات اللي تتعلق بالمرأة المصرية قد إيه المجلس القاومي المرأة بيقود يعني الحقيقة مهام كبيرة جدا من خلال اللجنة التشريعية لحماية المرأة تشريعيا فيه قضايا عديدة جدا كمان التمكين الاقتصادي وبرامج الشمول المالي اللي يعني بيتعاون فيها المجلس القاومي المرأة مع الجهات الأخرى عشان خطر يبقى فيه مشروعات متوسطة وصغيرة متناهية الصغر التسهيلات في منح القروض للمرأة المصرية على كافة المستويات بداية من المشاريع المتناهية في الصغر المشاريع الصغيرة المتوسطة يعني احنا الحقيقة لدينا لقاءات إعلامية سابقة كتير جدا وقد ايه عدد كبير من النمازج من المرأة المصرية المشرفة قدروا انهما ياخدوا قروض بسيطة وقدرت انها تفتح مشروع صغير زي ما بقول لحضرك على كافة المستويات والمشاريع دي بيشاركوا فيها كمان في معارض عالمية طبعا طبعا فإحنا عندنا الست المصرية زي ما بقول لحضرك هي عندها قدرة وهي يعني أيقونة وطنية المرأة المصرية بشكل عام هي أيقونة وطنية لازم نحنا نستغلها لأن هي يعني إنجاز التعبير النوط ستتحمل الكثير والكثير من الز peaceful طبعا طبعا وإحنا كمان الزروف في المجتمعات الشرقية وخاصة إحنا عندنا في مصر كمان يعني الحالة الاقتصادية ومحاولات الإصلاح الاقتصادي والمعاناة اللي بتتكبدها المرأة المصرية وسيت رايس أشارل وقدم شكر للمرأة المصرية على تحملها كل تبعات الإصلاح الاقتصادي كل ده طبعا الحقيقة يعني دور كبير بتقدمه المرأة المصرية للإضافة طبعا كمان إنها يعني لا تبخل أبدا في العطاء للوطن في أي محفل أو في أي مطالبة بيناديها الوطن فدائما ما تلبي المرأة يعني وتكون في صدارة النداء على طول تلبي المرأة طيب دكتورة رانيا نتكلم بقى على الجانب الفني شوية عند حضرتك وحضرتك عازفة على آلة الفلوت يعني فنانة كبيرة وفنانة جميلة في در الأوبرا المصرية هذه الآلة من آلات النفخ ويمكن دكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أيضا كانت عازفة على هذه الآلة ولا زالت آه ولا زالت طبعا الفن يعني بيعتبر رسالة طبعا أكيد واللي عنده الموهبة الفنية الحقيقية بيحب دايما يقدم وأنا تلمزتها على فكرة نعم أنا تلمزتها آه جميلة بيحب دايما يقدم الفن في أي مرحلة من مراحله العمرية أكيد طبعا الفنان الحقيقي ممكن يوظف هذا الفن يمكن زي ما حضرتك عملتي يوظف هذا الفن في خدمة المجتمع كلمينا كده عن آلة الفلوت زي هذه الآلة جميلة هل ما كانتش صعبة بالنسبالك وهي آلة من آلات النفخ يعني كده بشكل سريع يعني آلة الفلوت هي آلة جميلة جدا وآلة رقيقة وصوتها يعني زي تغريدة الكروان وهي آلة من الآلات المحببة طبعا يعني أقرب آلة لقلبي يعني منذ أن التحقت بالكنسرفاتور والغاية طبعا لحظتنا دي هي أجمل صوت بالنسبالي وهي آلة تقدر أن هي تقدم الأعمال الشرقية والغربية طبعا الأعمال الشرقية هنا أقصد بيها الألحان بتاعتنا شرقية بس اللي ما فيهاش التلات تربعة تون اللي هي السيكة اللي احنا بنقول عليها مجازا السيكة لأن هي آلة غربية من آلة الأوركسترا وطبعا بتشارك في جميع أنواع الأوركسترات المختلفة الموسيقات العسكرية بتشارك في البند الغربي بشكل عام بالإضافة لبعض الألحان القديمة اللي كان فيها توزيعات أوركسترالية كانت في تواجد لآلة الفلوت في بعض الألحان فهي آلة جميلة جدا وأنا طبعا يعني بيسعدني دايما أن أنا أقدم حفلات على آلة الفلوت وأنني أكون أساهم في نشر الثقافة الموسيقية بشكل أو آخر وتقديم حفلات موسيقية يعني تحمل رسالة وفن هادف وفن رفيع للمجتمع المصري جميل دكتورة رانيا يعني وإحنا بنقول المرأة المصرية بتلقى الدعم والتأييد في هذه المرحلة لو عملنا كده يعني شبه مقارنة سريعة مثلا زمان كان إيه ودلوقتي إيه إيه الحاجة اللي شجعت مثلا حضرتك في البداية واللي تشجع كل امرأة مصرية في هذه المرحلة في بداية هنقول مثلا في بداية مشوارها الفني أو في بداية مشوارها العمل بشكل عمي بس أنا مش قول البداية لأ قرأ بقول لحضرتك وحضرتك تنصحي بقى كل امرأة مصرية إن دلوقتي فيه مزيد من الدعم فتقدر تستسمر هذا الدعم ده اللي نقصده يعني حضرتك زمان كان إيه ودلوقتي إيه حضرتك ما وجدتي من دعم عشان تصل إلى هذه المرحلة وتنصحي كل امرأة مصرية بإيه علشان فعلا تصل لأماكن متميزة ومرحلة طب هقول لحضرتك وبصراحة كده قبل الدعم وعلشان خاطر حد يقدم دعم لازم الواحد يكون له كينونة بمعنى إن الست لازم إن هي يبقى عندها إرادة وعندها تحدي وعندها رغبة في إن هي تصل لشيء فمحدش بيصنع حد ومحدش بيساعد حد لا يستحق يعني ممكن يبقى فيه حد قريدي هو عمل يعني جهد وتعب وحقق نفسه في إكتاز حاجات محددة يعني في مشواره العملي وبالتالي ممكن إن هو بعد كده يلقى دعم أو يلقى مصند يعني لازم الإرادة تكون موجودة عند كل امرأة مصرية من داخلها تكون عندها الإرادة الحقيقية طبعا لإن هي كل واحد هو اللي بيصنع نفسه صحيح الدعم بيبقى موجود لصالح النمازج اللي تستحق اللي تستحق هذا الدعم والتقييد لكن معلش ماينفعش يبقى الناس قاعدة في البيت وعايزة تلاقي دعمه وعايزة تلاقي مصنده وعايزة تلاقي شغله وهي قاعدة في البيت ما فيش حد عمره بيلاقي الحكاية بتبقى سهلة واللي بيجي سهل بيروح سهل يعني الناس اللي هي بتبقى شايفة إن الوسطة تدخلت لها أو إن هي وجدت طريق ميسر فده حضرتك تأكدي إن مش هيكون عمره طريق للوصول للنجاح الحقيقي وزي ما بقول حضرتك دايما الحاجة اللي بتيجي سهلة بتروح سهلة لكن الحاجة للواحد بيمشي فيها خطوة خطوة بجاهد وبتعب وبعارق وبمجهود وبتفكير دي بيبقى الواحد أصلا وبيبقى واقف على الخطوة بتاعته واقف على أرض صلبة زي ما بيقال يعني على أرض قوية بالزبط فأنا يعني أقدم نصيحة لكل امرأة والكل فتاة إن هي تبقى دايما عندها شايفة نفسها في إيه وتعمل اللي هي شايفاه وما فيش شغل في الحياة أبدا عيب نقتدي برسول العسل والسلام كان رعي غنم وكان تاجر وإحنا لازم إن إحنا نبقى يعني عندنا كده قيمة العمل إن إحنا نقدر قيمة العمل ومش كل الشباب النهاردة للأسف اللي إحنا بنشوفه إن كل واحد بيتخرج النهاردة عايز يبقى مدير وعايز يبقى رئيس وعايز يبقى رئيس مجلس إدارة يعني لازم ناخد الخطوات صحة وناخد الخطوات مظبوطة ولازم ناخد خبرة خبرة السنين كمان بيبقى عليها عامل كبير قوي فالمسندة والدعم ده موجود والدولة بتدعمه ولكن لازم إحنا كمان نبقى يعني أدى هذه المسئولية ونكون نستحق بالفعل هذا الدعم تمام طيب على المستوى الفني برضو دور حضرتك في تبني المواهب الفنية الشابة من الفتيات بقى يعني بالتأكيد من خلال در الأوبرا المصرية وهي مؤسسة فنية طبعا عريقة جدا وخراجت أجيال وأجيال يعني من كبار الفنانين دور حضرتك إيه في اكتشاف المواهب الفنية الشابة يمكن برضو خلينا نبقى صرحة الفتيات إيه لحد ما يعني ممكن يجدوا بعض المعاناة يجدوا بعض الصعوبات لما بتكون فتاة عندها مواهبة فنية أن هي تحضر تدريبات متواصلة إزاي برضو من خلال حضرتك والمجلس القومي للمرأة يكون دعم للفنانات الموهبات هقول لحلك أنا يعني شغلي في الأوبرا أنا عزفة في الأوركستر لكن أنا ما ليش علاقة باكتشاف المواهب في دار الأوبرا دي مسئولية ملقاة على الفرق ويعني مديري الفرق الموجودة داخل الأوبرا أو داخل المؤسسات الثقافية المختلفة كمان لأن دور مهم الحقيقة جدا لازم يتلعبوا هيئة أسور الثقافة كمان قبل دار الأوبرا عشان خاطر نقدر نوصل ل27 محافظة ونشوف المواهب اللي موجودة في كل مكان فطبعا أسور الثقافة هي الجهة المنوط بها اكتشاف المواهب يعني في سن ومراحل سنية مختلفة وكمان زي ما قلت لحضرتك هم أزروا حقيقية لوزارة ثقافة أو مؤسسات معنية موجودة ومنتشرة في المحافظات كلها وفي الكرة وفي النجوع فيقدروا أن هم يتواصلوا مع هؤلاء الأطفال أو المواهب الفنية الصغيرة ومحتاجين طبعا دعم الحقيقة ونتمنى أن يبقى فيه يعني بالفعل دور تلعبه الوزارة وتلعبه مؤسسة أو هيئة أسور الثقافة الحقيقة في هذا الإطار لأن احنا بنفتقد النهاردة على الساحة وجود يعني النمازج والمواهب الحقيقية رغم أن مصر طبعا مليانة مواهب صحيح صحيح فبنتمنى طبعا يعني هذا الدور ولكن مع المجلس القومي المرأة بنحاول يعني أن احنا يبقى فيه أن أقدر أساعد أنا في هذا الدور من خلال المجلس القومي المرأة وفروع المجلس بشكل يعني مختلف لكن طبعا ما هوش الدور الأساسي اللي زي ما بقول حضرتك ده دور ملقى على يعني عاطق هيئة أسور الثقافة تمام دكتورة رانيا حضرتك شرفتينا ونورتينا ودائما بتشرفينا في برنامجنا زينا وأكيد إن شاء الله هيكل لنا لقاءات قادمة يعني نستكمل فيها هذه المسيرة من العطاء ومن تقلد المناصب الرافعة ونموذج مشرف للمرأة المصرية شرفتينا ونورتينا أنا سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك وموجودة في زينا ويعني ختاما كده أقول حضرتك أننا سنة دي عشرين عشرين المجلس القومي المرأة بقاله عشرين سنة منذ إن شاءه في عهد الرئيس الأسبق مبارك سنة ألفين والغاية دلوقتي المجلس القومي المرأة ده نقول عيد ميلاده العشرين قدم كتير من العطاء والخدمات لصالح المرأة المصرية ونتمنع رب المزيد إن شاء الله كمان في خلال السنوات القادمة صحيح وألقى الضوء على الكثير والكثير من القضايا ومن المشاكل اللي كانت بتعاني منها المرأة طبعا وبنقدم كل تحية التقدير وكان يدور كبير في حلول الكثير من المشاكل التي تعرضت لها المرأة جدا جدا الحقيق فبنقدم كمان كل شكر والتقدير لكل من ساهم في هذه الإنجازات اللي تحققت والمكتسبات اللي تحققت يعني من خلال المجلس القومي المرأة لصالح المرأة المصرية على مدار العقدين الماضيين كل سنة وحضرتك طيبة وبالصحة والسلامة وكل يعني أعضاء المجلس القومي للمرأة بخير ودائما يعني مزيد والمزيد من الإنجازات في صالح المرأة المصرية شرفتنا وعلا شكرا الحديث مشاهدين الكرام حنتلع فاصل ولكن حنرجع مرة تانية وموضوع هام جدا والحديث عن قائمة المنقلات الزوجية إلى أي مدى قانونية الأيمة بشكل عام أو هذه القائمة في الحياة الزوجية فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقاء مشاهدين الكرام بنرجع مرة تانية وبنتكلم في موضوع هام وهو قائمة المنقلات الزوجية إلى أي مدى قانونية هذه القائمة إلى أي مدى يمكن رأي المجتمع بأكمله في هذه الأيمة بشكل عام في بعض الأسر بتوافق عليها في بعض الأسر بترفضها اللي بتوافق عليها بتقول ده حق من حقوق الزوجة لأنه للأسف يعني بعض أصحاب النفوس الضعيفة بيهدر حق الزوجة في فرشها وفي حاجتها الموجودة في منزل الزوجية في بعض الأسر بتشايف أن هي لأ حاجة قانونية ولكن لازم تتكتب بصيغة معينة هنتكلم النهاردة عن مدى قانونية الأيمة وفي البداية رأي المجتمع المصري يعني هل في عدد كبير من الأسر بيصر على موضوع الأيمة ولا في بعض الزيجات بتتم ويعني بيتناسوا موضوع الأيمة وبيجدوا أن هي مش ضرورية في إتمام إجراءات الزواج عموما في هذا اللقاء بيسعدنا وبيشرفنا وجود سيادة المستشار دكتور محمود سامي الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف سيادة المستشار أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك معنا شرفتنا يا فندم في برنامجنا سيادة المستشار بشكل سريع كده يعني وجهة نظر حضرتك إيه قبل ما نعرف على نعرف الشكل القانوني للأيمة وجهة نظر حضرتك إيه في قائمة المنقلات الزوجية هل هي ضرورية كل أسرة لازم تلتزم بيها ضرورية للحفاظ على حق الزوجة ولا هي حاجة إضافية إحنا بنقول يعني دولة اتنين أزواج وهيؤسسوا حياة زوجية ومستقبل يعني ما ينفعش أن احنا نمضي الزوج على الحاجات الموجودة في إيش يعني مش عارف رأي حضرتك إيه والله هي القانون بيجرمها القانون بيجرم التبديد أيمة المنقلات الزوجية القانون بيجرمها باعتبرها لا ده في حالة تبديد الأيمة أنا بكلم على فكرة الأيمة الأول فكرة الأيمة الأول بتختلف من أسرة لأسرة ومن عائلة لعائلة ومن مكان لمكان ومن بلد من قرية لقرية كده لكن أنا شايف أن معظم القرى المصرية بتكتب الأيمة في القاهرة هنا بعض الأسر بتعمل أيمة وبعض الأسر ما تعملش أيمة لكن لازالت موجودة ولازالت هي الغالب كتابة الأيمة هو الغالب ما بين الأسر المصرية بواجهة أيمة وبالفعل قائمة المنقلات الزوجية دي بالفعل بتحافظ على حق الزوجة في كل ما هو موجود في الشقة بلا شك بلا شك بتحافظ على حق الزوجة بس أنا عايز أنبه لحاجة مهمة جدا في قائمة المنقلات ان الزوجة بتضمنها المشغلات الزهبية المشغلات الزهبية دي حاجة من الفترادات الآتية يأم الزوجة بتلبسها أو بتشيلها في مكان ما في مكان أمين في البيت أو عند والدتها أو لما بيبقى عندهم ظروف مادية اللي حاجة بيبيعوا جزء منها أو يبيعوها لإيه لسدد إيه المشكلة اللي موجودة بحسب هذه الظروف الزوج بيكتبها في القايمة وده غلط كبير جدا أنا بنبه على الأزواج إنه ما يكتبوش المشغلات الزهبية بالذات في القايمة لأنه بيكتبوا تطلبوا بيها وهي بتكون خلاص بتبقى تحت إيدها في الغالب بتبقى تحت إيدها يا لبساها يا شايلها لو ما بقعوهاش بتبقى لبساها يا شايلها ويضطر الزوج يدفع تاني قيمة المنقلات الزهبية وده شيء مش كويس وعايز اللي ينبه ليه إن هي سهل إن هي تفقد سهل إن هي تبعها سهل إن هي يعني حرام تتكتب عليه وهي بتمتلكها الزوجة بنسبة 100% في حيازتها هي آه في حيازتها وتقدر إن هي تتصرف فيها زي ما عايزة سواء تلبسها أو تشيلها أو تبعها سياني يعني خلاص يعني إحنا قلنا بتختلف الأراء من أسرة لأسرة من قرية لقرية من عائلة لعائلة في كتابة قائمة الموقلات الزهبية بلا شك طيب خلينا نتكلم عنها من الشكل القانوني يعني من الشكل القانوني على اعتبار إنه في بعض الأسر طريقة سياغتها إيه سيادة المستشارين؟ هو الزوج أيها بالضبط الزوج بيكتب إنه استلم هذه المنقلات على سبيل عارية الاستعمال ودي معاقب عليها في المادة 341 من قانون العقوبات إذا بددها بيتعرض لعقوبة الحبس ودي خطرتها وتستخدمها الزوجة عند الخلاف السخيف اللي بيكون بينهم في إنها تحبسوه أو تهددوه بالنقطة دي تاني حضرتك السيغة إنه إن الزوج بيكتب إنه خدها إنه استلمها فعلا وأنهم بيكونش استلمها على فكرة بيستعملوها مع بعض الزوج وزوجة يعني على سبيل عارية الاستعمال ودي إحدى سور على سبيل عارية الاستعمال ودي إحدى سور التبديد في القانون العقوبات في المادة 341 يعني إيه هذه الجملة يا فندم؟ يعني إيه عارية الاستعمال؟ يعني على سبيل استعمالها وردها عند طلبها يعني لو طلبت إن يردها يردها وبرضو الأفضل إن spies يكتبوا قيمة لهذه المنقلات علشان لو الزوج استحال عليه أنه يرجحها يرجح قيمتها مادية يعني يكتب القيمة المادية ليها يكون أحسن يعني يكون أفضل وبنصح أن الأمور دي كلها تتعالج في شكل أسري يعني مسائل دي تتعالج بشكل أسري طبعا بالتأكيد كل ما كان موضوعه ودي أفضل من اللجوء للمحاكل فيه مشروع مواد ده في الأزهر الشريف وفيه الأسر فيه الأسر ليها كبير وليها حد ممكن تسمع له وتسمع توجهاته وتسمع حكمه وده حكم الإسلام برضو في نفس الوقت على فكرة يعني وكده وساد الرئيس عامل المرأة 2017 علشان يديها حقوقها واهتم بيها جدا جدا يعني صحيح طيب إحنا هنتكلم عنها بالشكل القانوني علشان برضو كل الزوجة تبقى عارفة يعني إيه حقوقها القانونية بعدين هنقول مش عايزين نلجأ للبحاكم عايزين بقدر الإمكان يكون الموضوع ودي طب هل هذه القائمة حضرتك عارف دلوقتي الزوج والزوجة هي بتجيب مثلا جزء من الفرش وهو بيجيب جزء من الفرش هل هذه القائمة بيتكتب فيها كل اللي موجود في الشقة سواء هي جابته أو هو جابه بالزبط وده غلط على فكرة يعني المفروض الزوج يكتب الحاجات اللي جابها هو بس لكن في الغالب بيكتب اللي جابها كل المنقلات اللي موجودة جوه البيت وده غلط ده غلط ملاحة القانونية لكن زي ما يتفقوا بقى ده حاجة يعني خارجة عن توجير قانوني القانون ما بيوجهش حد القانون ما لهش دعوة غير باللي مكتوب في القايمة دي برضو نقطة أصبح لي حضرتك يعني البعض بيختلف عليها بمعنى إيه؟ بعض الأسر ما بتبقاش عارفة يعني زي ما حرق قلت القانون ليه المستند اللي موجود قدامه يعني المستند القايمة مكتوب فيها كذا القاضي مش عارف ده جاب إيه الطرف ده جاب إيه والطرف ده جاب إيه فبعض الأسر بالله إزاي ده حكم ده إحنا اللي جايبين كل حاجة مثلا طب هو القاضي ما له هو شايف أيمة مكتوب فيها هذا الكلام القاضي ملزم باللي مكتوب في الأيمة صحيح والزوج عليها طريقين للمطالبة بالأيمة بإما تلجأ لقانون العقوبات وترفع جنحة مباشرة أو جنحة عن طريق النيابة سياني يعني بتطلب بتقول إن الزوج بدد في الحالة دي النيابة أو هي بطريق الدعاء المباشر اللي هو جنحة المباشرة بترفع دعوة وتطلب حبس الزوج أو بتلجأ لمحكمة الأسرة وتطلب الأمر بتسليم المنقلات دي فمحكمة الأسرة بتؤمر بتسليمها وإذا هو ما سلمهاش بيبتدي بقى الموضوع يحجز عليه بالشكل المدني يعني ليها طريقين طريق جنائي وطريق مدني والزوج ليها أن تختار أحد الطريقين الجنائي أو المدني لكن في كل الأحوال الزوج ملزم إنه هو يديلها ما هو مكتوب في القائل مش مهم ماشترق إيه أو مسترق المكتوب في القائمة والقاضي ما أعرفش طبعا والقاضي ما دخلش بينهم يعني ما كانش حكم بينهم في كتابة القائمة يعني صحيح والعقوبة هنا بتكون زي العقوبة هنا لا المدني ما فيهوش حبس خالص المدني فيه أمر بالرد وبعد كده الحجز على الحاجة طب وإذا لم يلتزم الزوج لو هي الزوج أخدت الطريق المدني ولم يلتزم الزوج دي بقت بتحجز على الحاجة وتعمله تبديد ونرجع للجنائي تاني ويتحبس برده يعني هي هي بس الطريق جنائي أسرع الجنائي أسرع والأفضل عدم اللي بيقول الطريق طبعا طبعا ما احنا هنقول في الآخر احنا بنتكلم قارونا لكن في الآخر طيب هل الزوجة بتطالب بالقائمة بتاعتها ممكن أثناء استمرار الحياة الزوجية ولا بعد وقوع الطلاق يعني في أي مرحلة لا ممكن أثناء قيام الحياة الزوجية لو حصل انفصال بينهم حتى في مكان يعني أو كده يعني مش مرتبط بالطلاق لا لا مش مرتبط بالطلاق خالص في بعض بيعتقد أن هي بتطالب بالقائمة بعد يعني وقوع الطلاق لا إذا بدت المنقلات في أي حالة في كل الأوقات طيب عملية المعينة بقى سعادة المستشار يعني في بعض برضو بيكتب في القائمة تفاصيل ممكن تكون مش دقيقة فالزوج للأسف يعني إحنا برضو بنتكلم مش على الكل عمر ما بنعمم أي شيء على الإطلاق ولكن بنقول البعض البعض أصحاب النفوس الضعيفة بيجيب فرش أي كلام وحاجات كده دون المستوى وهي دي قوضة السفرة هي دي قوضة النوم هي برضو إلى أي مدى الزوجة تثبت يعني تفاصيل الحاجة مثلا القيمة اللي هي جايباها علشان الزوج لا يبدد الحاجة الجميلة ويضع مكانها يعني أشياء رخيصة هو الأفضل أن الترفين يكتبوا قيمة لهذه المنقلة زي ما قلت من شوية يكتبوا قيمة مثلا غرفة السفرة تسوي 10.000 جنيه غرفة النوم تسوي 20.000 جنيه وهكذا دون المبالغة لتحت ولا فوق يعني يبقى تعلم تقريبا التمنى الحقيقي يعني وما يكتبش تفاصيل يا فندي ما يكتبوش تفاصيل يكتب تفاصيل عشان الزوج حب يردها عينا يردها عينا وبتيجي الزوجة تقول لك دي مش حاكتي فالمحكمة بتضطر أنها تلجأ لتعيين خبير خبير ده مش الخبير بتاع وزارة العدل لا بيجيب خبير من المدرسة الصناعية قسم زخرفة أو قسم نجارة حاجة زي كده وبيقيم هو الحاجة دي المكتوبة في الأيمة ولا لا وإن كانت تقف في رأي أن تقيمه في الحالة دي غير دقيقة لكن المحكمة قدامهاش حاجة تانية المحكمة ما تقدرش تقيم المنقلات دي هي ولا لا وبيكون مكتوب في الأيمة مثلا إذا كان الزوج يردها بشكل عيني أو بشكل مادي لا لا عادة ما بقى شي مكتوب لكن ما فيش مانع أنه كتب ما فيش ما يمنع في الخانون أنه كتب يعني ما فيش ما يمنع أنه هو في حالة التفديد يا إما تترد عينيا أو تترد مادية مزبوط تفادي طيب من وجهة نظر حضرتك سيات المستشار يعني الزوجة تضمن حقها إزاي في قائمة المنقلات الزوجية بالصياغة السليمة بالجانب زي ما حدك قلت الجنائي أو المدني يعني إحنا بندور دايما على حق الزوجة برضو بنرجع ونأكد مع بعض الرجال اللي هم أصحاب النفوس الضعيفة بس هسمع رأي حضرتك بستأذن حضرتك وستأذن كل السادة المشاهدين نشوف معاكم هذا التقرير ونرجع مرة تانية ونواصل هذا اللقاء الهام جدا وقانونية قائمة المنقلات الزوجية خلافات الزواج على المهر والأيمة إن الذي ينبغي أن يهتم به المسلم في أمر الزواج هو أن تكون الزوجة صالحة وذات جماله وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المعايير التي تنكح لها المرأة فقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأرض لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأصفر بذات الدين تريبت يدك إن البنت إذا كان فيها ما يدعو إلى الزواج فلا داعي إلى التكاليف الباهزة في طلبات أهلها فمن الطبيعي أن المهر يكون بحسب ما يتم عليه الاتفاق بين الزوج وبين المرأة أو أهلها وبتخفيف دون الإكثار فيه وإن تجهيز البيت بما يلزم للحياة دون مغالاة يجب أن يكون هناك اتفاق بين الأهل والزوج حتى يتم الزواج في وسطية تامة لو الواحد قدر أنه هو ياخد إنسان ممكن يصون بنته ويكون إنسان على خلق الناحية المادية مع الشغل ومع العيشة بتيجي وبتتزبط فما نبتدهش مشاكل من الأول علشان المشاكل الصغيرة اللي إحنا بنعملها إحنا بعد كده خلاص بتبقى بالنسبة لنا انتهت لكن هي بتفضل موجودة داخل الفردين اللي هما حيبتدوا يعملوا أسرة وأسرة جديدة مش لازم نحط 200 ألف و300 ألف هيجيب لك منين 300 ألف يعني أنا ما اتفقتش مع بنتك وهطلقها هيجيب لك منين 300 ألف يعني انبسط العملية عشان الشباب لا تتنحرف ولا البنات حتى يعني يوقف حالهم والأمور تمشي مع بعديها دول يشيلوا حاجة ودول يشيلوا حاجة يعني هو المفروض كده بدل المئة ألف والمئتين ألف والمطلبات اللي بيطلبوها من أهل العريق المفروض بقى أبو العروسة يراعي ظروف المجتمع أو المكان الناس اللي فيها دلوقتي يعني المفروض يبيقلل من المهر والدنيا دي كلها لازم يمشي الدنيا عشان دلوقتي بقى فيه عنوسة فلازم الطرفين يتسهلوا مع بعض عشان كل إيه الدنيا يتمشي بإذن الله رأيي ان الناس لازم تتهاون الحياة تتعاون مع بعض فإنها تخفف الأعباء الحياة الحياة الريدي مليانة كلها أعباء في كل المراحل فيها أعباء فمش هتيجي الجواز اللي هو بيخلي الناس تستقروا وما يخليش مشاكل بين الشباب والبنات والحاجات دي يقوموا يغلوا كمان المهور ويغلوا طلبات الجواز لازم أولياء الأمور بصراحة تتهاون وتقتنع إنهم فعلا بينقل بنتهم أو لابنهم والعكس حد كويس يكمل معاه حياته مشاهدين الكرام وبعد ما شفنا مع حضراتكم هذا التقرير بنرجع مرة تانية ونوصل لقاءنا مع سيادة المستشار سيادة المستشار يعني عشان نكون منصفين وزي ما بنتكلم برضو عن حق الزوجة مع الرجال أصحاب النفوس الضعيفة عايزين برضو نشوف الرجل اللي يكتب قائمة المنقلات الزوجية إزاي برضو يكتبها ويبقى برضو ضامن إن الزوجة يعني ما تستغلهاش برضو بالشكل اللي ممكن يسيء للرجل أو للزوج يعني مزبوط هو المفروض يكتب الأمور بدقة شديدة جدا يعني يكتب المنقلات بدقة يعني يقول غرفة النوعها إيه لونها إيه يوصفها بدقة والأفضل كمان إنه يحط لها قيمة قيمة حقيقية يعني للعدل للعدل آه يحط قيمة حقيقية للعدل بينه وبين زوجته يعني يحط قيمة حقيقية الحاجة التانية زي ما قلت إنه ما يكتبش مشغلات الزهبية في القيمة إطلاقا لأنه في الغالب هو مش معها أو مش في الغالب هو عادة مشغلات الزهبية مش مع الزوج صحيح والعمرها كانت مع الزوج أصلا صحيح صحيح طيب في حالة الخلعة سيادة المستشار هل الخلعة الزوجة لها الحق في المطالبة بالقيمة ولا مش مرتبط سواء خلعة أو طلاطة قائمة لا هو الرأي الراجح بيشوف إن القيمة حاجة مستقلة وفي البعض بيرى إنها تنزلت عن كل حاجة لكن أنا لو تسألين عن رأيي الشخصي القيمة مختلفة يعني ما فيش نص تشريعي واضح في هذه النقطة لا في نص تشريعي مش واضح في حتة الخلعة لكن واضح في القانون واضح في المعاقبة على التبديد فهو بدد بدد ما لهوش علاقة بقى بخلعة أو طلاطة المفروض لا المفروض لا يعني هي لها الحق في المطالبة يعني ممكن الزوجة قبل ما تعمل خلعة تطالب بقائمة حقلات الزوجية بتاعتها وبعدين مثلا ترفع وبعدين ترفع ده والخلح بالزبط بالزبط إن كان فيه اقتراح قانوني لزل تحت الدراسة إن الزوجة تستحق كل حاجتها حتى في حالة الخلعة تستحق كل حاجة ده لسه مقترح قانوني مقترح قانوني لم يرى النور لكن أعتقد أنه هيصدر قرائب أعتقد برضو ما عنديش معلومة مؤكدة في هذا المجال لكن فيه اقتراحات قانونية بإن الزوجة من حقها إنها تاخد كل حقها حتى في حالة الخلعة طيب سيادة المستشهر ننتقل لنقطة تانية سريعا برضو هي ممكن عايز نتكلم عليها في وقت أطول ولكن نلقي الضوء عليها بشكل سريع على اعتبار أن هي من حقوق المرأة وهي النفقة برضو النفقة كده حريك قلنا أنواع النفقة أيه حق المرأة أيه في النفقة الزوجة تستحق النفقة حتى في حالة وجود استقرار زوجي برضو من حقها إن الزوج ينفق عليها مرض الزوجة لا يسقط النفقة كويس إذا متنعت الزوجة عن البقاء في الأسرة في منزل الزوجية تسقط نفقتها إذا ثبت نشوزها إذا ثبت أنها ناشزة يعني بنص القانوني أو بنص الشريعة إذا أعصر الزوج إذا تعصر عن النفقة على الزوجة وطلبت التلاء لهذا السبب فلا تستحق النفقة إذا طلبت التلاء وتم فعلا إصدار حكمي بالطلاء فلا تستحق النفقة لأنها طلبت التلاء بناء على إعصار الزوج النفقة تستحق على حسب يسار الزوج حتى المحاكم بتقول الشرع والمحكمة الشرع والقانون الاتنين يعني على حسب اليسار طبعا للقاضي بنرجع لأصحاب الخبرة في الحتة دي لكن هو عادة بيلجأ للتحريات أول مستندات في وقت واحد لبيان مدى يسار الزوج ويحكم بالنفقة على قدر اليسار اليسار اللي هو يعني يندر دخل القدرة الزوج يعني القدرة النفقة الزوجة لما بترفع دعوة نفقة أحيانا بتطالب بمدة سابقة على تاريخ رفع الدعوة لازم المحكمة في الحالة دي تحلها للتحقيق لإثبات أنه فعلا ما أنفقش عليها لكن من طريق رفع الدعوة من حقها طيب لو قاعد السنة ما رفعش الدعوة أسقط حقها بالسنة دي السنة مسقطة للحق لا تاني ساعة المستشار تاني النقطة دي نقولها تاني نقولها تاني أو تفصيل كده أكتر النفقة بتسقط بسنة كاملة هي الزوجة رفعت مثلا قضية دلوقتي للمطالبة بحقها في النفقة وقالت أنه بصرفش عليها بقاله خمسة ثلاثة أربع شهور تمام يبقى لازم المحكمة تحيل المدة دي للتحقيق لإثبات أن الزوج ما أنفقش عليها تولي الفترة دي لكن هي لو رفعت بعد سنة اسقط حقها لأن يسقط الحق في النفقة أو مرور سنة طب تثبت إزاي الزوجة يا فندم يعني بنسمع برضو عن الكثير من الحالات بنلاقي الزوجة قاعدة وزوجها ما دهاش حاجة وقد تكون هي وطفل أو طفلين يعني إيه اللي يثبت هتجيب شهود مثلا أي شهود هو الحل الوحيد هو الشهود وأنا شاف أنه حل ضعيف جدا لأن محدش بيبقى عايش جوه الأسرة عشان بزبط آمان عايز أقول كده يعني أصلا سمعت منها أنا شاف أنه إثبت ضعيف الحقيقة طب هل حرك ليك رؤية أو ليك وجهة نظر مثلا إزاي الزوجة تثبت إن هي ما دهاش حاجة ما فيش اللي شهات يا شهود قد تكون الزوجة بتشتغل وهي قدرة بقدر إمكان تسرف على نفسها أو على أولادها ولكن ده يعني لا يكفيها ومحتاجة برضو الزوج يتعاون معها ويعطيها نفقتها وهي حقها مزبوط ما فيش غلشات الشهود الحقيقة ما فيش غير الشهود مسألة صعبة قوية صحية بقى مقتنعش بيها حد يقول لها سلاس معت منها أصلا كنت بزورهم كلام مش مقنع يعني زي اللي يجيب كده شهود يقول لك المجوجة بتاع لا مش معقولة كلام ده يعني ما يخشش في الأسرة يعني كده يعني طيب وعالجانب الآخر برضو سيادة المستشار يعني في برضو بعض الأزواج بيدل زوجاتهم نفقتهم ولكن تيجي الزوجة بتعترض وللأسف برضو بتقول لا أنا مخدتش برضو الزوج يزبط إزاي إنه ولأ بيديها نفقتها ولكن مش معقول كل شهر هيديها نفقة هياخد مثلا منها إيصال أو ورقة إذا كانوا عايشين في بيت زوجية هيبقى صعب قوي إثبت إنها كده أو كده لكن في حالة الطلاق وإنها بيصرف على أولاده بقى في الحالة دي يبقى يبقى الإثبات سهل كل ما يبعت حاجة يبعتها عن طريق البستان عن طريق البنك وياخد إيصال بيها أو يبعت لهم فلوس نقدا وياخد إيصال بيها نفيش ما يمنع أنا عايزة أقول بقى الزوجة في حالة الطلاق لها إيه ده مهمة قوي طيب خلينا بس نتكلم عن نقطة معينة تطالب الزوجة بالنفقة قبل الطلاق ولا بعد الطلاق ممكن أسناء الحياة الزوجية تطالب نفقتها أيوة مظبوط تطالب نفقتها طول ما هي على زمة الزوج مش مرتبط برضو بالطلاق لا مرتبط بالاحتباس حاجة اسمها الاحتباس اللي وجود الزوجة في الأسرة يعني لم تكن بقت ناشيز لكن وجودها في الأسرة النفقة كده بتقالت تقسى في القانون النفقة القانون شرعية أي الشرع الإسلمية النفقة مقابل لاحتباس والاحتباس هنا مش الحبس يعني الاحتباس يعني وجودها في المنغل الزوجية طيب كلمة ناشيز دي برضو سياد المستشاكل يعني إيه وصفها كده القانون يعني هي خرجت بدون سبب من بيت الزوجية وما فيش سبب يخليها تمشي ففي الحالة دي الزوج بيرفع دعوة اسمها انذار الطاعة وبيثبت انها عايشة في مكان كويس وان ما فيش حاجة تمنعها من الربع البيت الزوجية فتحكم المحكمة باعتبر الزوجة ناشت ففي الحالة دي تسقط نفقتها لكن الحكم ده نادر جدا على فكرة انا بطمن الناس القدار ما بيميلوش ليه ابدا ما بيميلوش للحكم كده وان كان النص موجود لكن القدار ما سيرين الحقيقة متطورين اوي فهمو معالي اوي الموقف ده ما بيحكموش عادة عادة والطرف الضعيف فعلا هو طرف ضعيف بلا شك تمام طيب حق الزوجة بقى في النفقة بعد حدوث الطلاق الزوجة لها نفقة العادية اللي هي لها ثلاث شهور طيب اذا حلفت انها ما شفيتش دم الحيض لها سنعة اعتبر ان المحتمال تكون حامل احتمال بس هي الوحيدة اللي تحلف هي الوحيدة اللي هي حلف وحلفها لا يكذب من دي حاجة فيها هي بيحد الشفع معاها اه اذا حلفت انها ما شفيتش دم الحيض تاخد نفقة سنة اذا ما حلفتش تاخد ثلاث شهور وليها بقى نفقة دي اسمها بسموها نفقة العدة ايه بعدين نفقة المتعة نفقة المتعة دي تقدر بنفقة سنتين على الاقل سنتين على الاقل من نفقة العادية من عمر الزواج من عمر الزواج حتى لو كان الزواج اليوم واحد حتى ولو كان النص مطلق جه مطلق لا تقل عن سنتين حتى لو كان عمر الزواج ست شهور عشر شهور سنة يوم واحد يوم واحد اه لكن لو زاد عن سنتين يقدر ابع اكتر من سنتين اه طبعا يقدر في زواج عشرين سنة يقدر القاضي ودي تقدرية للقاضي على الفكر بس لا تقل القانون اي دونها ما تقلش عن سنتين بعددتنا المحاكم بتدي نفقة متعة اي اه تعادل الشهر بتحسب يعني على الشهر النفقة العادية على شهر نفقة العدة نفقة العدة اه ده بعد بقى ما يحسب القاضي مقدار النفقة اه يعني اللي هي المفروض الزوج يتفحل الزوجة بعد ما يحسب مقدار النفقة يجي بقى عن كل شهر يعني سنتين مثلا يضربها فاربعة وعشرين شهور كما في الـ 24 شخص على الأقل على الأقل وليها نفقة وليها مؤخر صداقة مؤخر الصداقة ده إذا كان مكتوب خلاص القضي ملزم بيه ما يعرفش ينقشه وما يقدرش ينقشه ومش من حقه ينقشه ولا هو ينقشه أصلا القضي صحيح طيب مفيش يحل الدعوة للتحقيق ويسمع بقى أقربها وبنت خلتها أختها لو كان مكتوب لها نفقة أو العرف الجاري في المنطقة دي والقضي بقى يكتهد ويحكم لو ما عندوش سند يعني لو مؤخر الصداقة مش مكتوب ممكن المرأة تطالب بيه والقضي يلجأ إلى مسيلتها إلى مسيلتها زي ما قلتك أشار أنا بقول أختها أولاد خلفها طيب دي نقطة مهمة دي حساسة قوي لأنه فيه بعض السيدات مش كاتبة مؤخر كتير فخلاص كده بتعتقد أن هي ما لهاش حق فيه المطلبة بالمؤخر لا لا لها حق بس لازم تحل الدعوة للتحقيق لازم تكون تاخد حسب مسيلتها من النساء اللي في عمرها واللي في مركزها الاجتماعي مهمة قوي مهمة النقطة دي تمام سيادة المستشار طيب في دقيقة حضراتك بقى يعني دايما بتنصح أنه عدم البوء للمحاكم عدم البوء لمثل هذه القضايا لأنه الحياة حبلها طويلة وفيها برضو بعض يعني المغلطات يعني مش سهلة البعض بيتصور أنها أمور سهلة ولكنها أمور مش سهلة برضو حدركة تنصح بإيه؟ أنا بنصح بأن قبل ما يوصلوا للمحاكم يقعدوا مع بعض في بيت في بيت أسرة في بيتهم في بيت عند حد مع أمها عند خالها ويدعوا كبار العائلة لبحث الأمور ونقطة الخلاف وطرق علاجها وفي في الأزهر مبادرة اسمها مبادرة موادة العمل هذا الإصلاح دي ممكن تكون الحاجة التانية الزوجة اتعمل لها في حقيقة فيه تعديل جديد جدا مهم ما عايز أشير إليه وبسرعة أن سيد الرئيس وافق على تعديل المادة 293 من قنون العقوبات اللي كانت بتعاقب الزوج أو الشخص اللي يمتنع عن النفقة النفقة دي بشكل عام على فكرة تجوز للأب وتجوز للأم وتجوز كده يعني اللي يمتنع عن دفع النفقة يعقب بالحبس وبالغرامة التعديل الأخطر في هذا القانون أنه يتمنع من الاستفادة من الاستفادة من الخدمات المطلوبة الحصول عليها في مرسة نشاط مهني وكل الحاجات اللي بتقدمها الحكومة أو القطاع العام والجهات اللي بتقدم مرافق عامة حتى يقدن نفقة عموما سيدة المستشار ده موضوع مهم جدا لكن أكيد هيكون لنا لقاء في حلقات قادمة إن شاء الله مع قبلتك شرفتنا ونورتنا شكرا يا فاندي سيدة المستشار دكتور محمود سامي الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف شرفتنا ونورتنا شكرا لحد مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا النهاردة بنتمنى تكون كل الفقرات نالت إعجبكم انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس المعاد ولقاء جديد مع زينة